السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله رح نتحدث عن درس جديد في مادة التاريخ للصف السادس لول خليفة علي بن ابي طالب تحدثنا في الحصد السابق عن خلافة الراشدين عن اول خليفة ابو بكر الصديق ثاني خليفة عمر بن الخطاب ثالث خليفة عثمان بن عفام اليوم ان شاء الله رح نتحدث عن رابع خليفة علي بن ابي طالب اول شي بنا نتحدث عن نسبه واسلامه علي بن ابي طالب هو علي بن ابي طالب بن عبد المطلب من بني هاشم من قبيلة قريش طبعا هو ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام ومثل ما اخذنا في الحصد السابقة هو اول من اسلم من الفتيان اذا من اول من اسلم من الفتيان هو علي بن ابي طالب طبعا احنا بنعرف اخذنا في الصفوة السابقة انه نام في فراش الرسول عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة حتى يهم المشركين أن الرسول ما زال نائما في فراشة خلينا نتعرف مع بعض زوجته وأبنائه صفاته من هي زوجة علي بن أبي طالب؟ هي فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام من هم أبناء الخليفة علي بن أبي طالب؟ هم الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم من أهم الصفات اللي كان يتمتع فيها الخليفة علي بن أبي طالب العلم والحكمة العلم والحكمة والزهد والشجاعة والفصاحة والبلاغة هلأ أبناء علي اللي هم الحسن والحسين هلأ سلالة الحسن بن علي بن أبي طالب أطلق عليها لقب الأشراف من هم الأشراف هو لقب أطلق على سلالة الحسن بن علي بن أبي طالب أما سلالة الحسين أطلق عليها الأسياد إذن من هم الأسياد هو لقب أطلق على سلالة الحسين بن علي بن أبي طالب طيب هلأ سادس إحنا هلأ ملكنا لهو الملك عبد الله الثاني بن الحسين لأي سلالة إذن لسلالة الأشراف لسلالة الأشراف إذن الملك والأسرة الهاشمية كاملة وملوك الأردن جميعهم بنتسبوا لسلالة الأشراف إذن كلهم بتصلوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأ خلينا نحكي عن مبايعته بالخلافة بعد ما مقتل الخليفة عثمان بن العفان تمعت مبايعة الخليفة علي بن أبي طالب على الخلافة كانت أول شي بيعة خاصة بيعوه أكثر الصحابة من المهاجرين والأنصار ثاني شي كانت البيعة العامة إلا ما بيعوه عامة الناس في المسجد إذن ما هي البيعة الخاصة وما هي البيعة العامة البيعة الخاصة هي البيعة التي بيعوا أكثر الصحابة من المهاجرين والأنصار للخليفة علي بن أبي طالب أما البيعة العامة هي باعة عامة الناس للخليفة علي بن أبي طالب في المسجد طبعا قام الخليفة علي بن أبي طالب بأعمال عديدة لما تولى الخلافة من أهم هاي الأعمال إنه كان أحد كتاب اللو أحيب يعني كان بيدون ما ينزل من القرآن الكريم في حياة الرسول العامة الآخر شارك مع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل غزواته مع هذا غزوة وحدة اللي هي غزوة تبوك غزوة تبوك علل شاركة الخليفة علي بن أبي طالب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل غزواته مع هذا غزوة تبوك يلا نفكر مع بعض لش اللي غزوة تبوك ما شارك لأن الرسول أنابه على المدينة أثناء غيابه إن الرسول وكله على المدينة وهو غايب عنه تمام ثالث عمل قام فيه هو كان أحد سفراء الرسول شو يعني أحد سفراء الرسول أحد سفراء الرسول أي الذين يحملون الرسائل ويدعون القبائل للإسلام مش الرسول كان يبعث رسل حتى يوصل الرسائل ليدعو القبائل للإسلام هو كان أحد سفراء الرسول رابع عمل نقل مركز الخلافة من المدينة المنورة إلى الكوفة وكان فيه عدة أسباب لنقل مركز الخلافة من المدينة إلى الكوفة إذن علل نقل الخليفة علي بن أبي طالب مركز الخلافة من المدينة المنورة إلى الكوفة أول شيء حتى تكون عاصمة حكمه في موقع متوسط بين أقاليم الدولة ثاني شيء لسرعة الاتصال بين الأقاليم الإسلامية لأن موقعها متوسط أكيد رح يتواصل بسرعة ثالث شيء لأنها أقرب إلى أنصاره ومؤيدين أقرب إلى الناس الذين كانوا ينصروا ومؤيدينه آخر شيء بنا نحكي عن وفاته طبعا الخليفة علي بن أبي طالب توفي سنة أربعين للهجرة سنة أربعين للهجرة وهو تولى الخلافة سنة خمس وثلاثين للهجرة عندما توفي الخليفة عثمان بن عفا إذن خلافته كانت من سنة خمس وثلاثين للهجرة لأربعين للهجرة إذن كانت خمس سنوات كانت خمس سنوات وفاته كيف كانت وفاته؟ شو سبب وفاته؟ طعن على يد عبد الرحمن بن ملجم إذن طعن على يد عبد الرحمن بن ملجم طبعا بوفاة الخليفة علي بن أبي طالب هون انتهى عصر الخلفاء الراشدين نفتح صفحة 82 للأسئلة بنحن سؤال 2 على الكتاب يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر